أنا ممكن أسفر فين في النيو يير؟ إيه أكتر أماكن فيها أجواء الكريسماس بقى والديكوريشن بتاع الكريسماس الحلو ده؟ الحتة بتاعت الديكوريشن بقى بتاعت الكريسماس والكلام ده دي هتلاقيها معظم الوقت موجودة في أوروبا يعني هم دي الحتة بتاعته كويس فأماكن زي ايه مثلا ألمانيا النمسا مشهورة جدا برضو بالجزء ده يعني هتلاقي هناك بقى أجواء الكريسماس كلها عندنا برضو لندن في إنجلترا مشهورة جدا برضو بالكلام ده طبعا بس المشكلة في الحتة دي صعوبة الفيزا ممكن على بعض الناس يعني فيه ناس ممكن مثلا ما تقدرش تطلع الفيزا شنجن أو يجي لها رفض فطب ممكن أروح فين بقى في الحاجات اللي زي كده يعني هي ممكن دي تبقى أحلى أجواء الكريسماس الصراحة يعني بس فيه حاجات تانية يعني فيه حاجات تانية ممكن تبقى اللي هو ايه نص نص بس فيها ما بين الاتنين يعني مثلا هنبنتكلم في بلد زي أرمينيا أرمينيا طحفة بزفت وبعدين دم أشايف شركات السياحة كمان على أرمينيا مركزين دلوقتي يقوم كل شوية رحلات لأرمينيا بزفت إيه السبب بقى الفيزا سهلة جدا يعني الفيزا بتتاخد أونلاين أي حد ممكن يقدم من أي حتة مش محتاج غير حاجز طيرون مبدئي حاجز فندق مبدئي انت ممكن تعمله برضو لوحدك أونلاين بترفع البيانات بتاعتك وتقدم وتستنى الفيزا في ثلاثة أيام مثلا تجي لك الفيزا تنطلق على هناك الموضوع بسيط جدا طيب فأنا دلوقتي علشان أروح أرمينيا ممكن أقدم فيزا أونلاين بالزبط إزاي بعملها الفيزا الأونلاين دي يمكن الناس طول الوقت بتسمع موضوع ان انت تقدم على فيزا بلد معينة أونلاين بس متعرفش إزاي هو أسهل طريقة ان انت تعرف أي بيانات عن أي بلد بشوف الويب سايت بتاع السفارة اللي موجودة في البلد بتاعها تفتح جوجل عادي جدا زي أي حد أنا بعمل كده شخصيا يعني بخش على جوجل أكتب اسم البلد والسفارة في مصر بس هيطلع لي كذا موقع هيبقى منظم شوية مواقع ممكن تبقى فيك بس نحن لازم يعني نفلطر المواقع كده ونتأكد وبعد كده نخش على الموقع بتاع السفارة عليه كل البيانات هيبقى عليه بقى ممكن تقديم الفيزا هيبقى مكتوب إي فيزا مثلا تدوس عليها تبتدي تمنى البيانات فساعات بحس الناس مستصعبة شوية أو وقات ان هي تدور على جوجل مثلا أو حاجة ذاكي هرمينيا دي شرق أوروبا طبعا هي أرمينيا مش شنجن والتاع لا هي هي مش شنجن وهي ما تعتبرش يعني تابعة لأوروبا هي يعني في النص يعني هي من بلاد البلقان فهي في النص ما بين أسيا وأوروبا حلوة طب إيه المميز في هرمينيا بقى حلوة بنتكلم عليها وعرفنا ازاي نقدم ونعمل وبتاع بس معرفناش ايه المميز في أرمينيا علشان نروحها أرمينيا المميز فيها الوقت ده هيبقى فيها أجواء كريسمس فلو حد بقى عايز يعيش أجواء الكريسمس من غير فيزا شنجن وفيزا أونلاين تمانيها تمانية دولار اه طبا 400 جنيه تقريبا يقدر ينطلق على هناك بكل سهولة ده من الحاجات المميزة فيها وحنا بنتكلم عن الشنجن او يعني لو بنقول يوروب فهي بتبتأ من 100 دولار أصلا اه انت هيبقى لي 8 دولار بالزبط 8 دولار وانلاين انت علشان تعمل فيزا شنجن لازم تحجز معاد والأوراق بقى بالزبط حضر أوراق ويعني قصة طويلة انما مثلا أرمينيا لأ انت قاعد في البيت قاعد براحتك وعملت ابلود للفايلز بتاعتك حجازت الحاجة ومستني بقى الريزا تجيلك زي الملك على الإيميل بتاعك تجيلك وتنطلق تعيش بقى أجواء الكريسمس شوية هناك تجرب برضو الأكل اللي موجود هناك بقى فيه شوية من الطابع بتاعنا اللي هو برضو فيها تلاقي حاجات مشاوي بتاع مش عارف ايه فالأكل حلو طبيعة البلد برضو جميلة جدا فيه أماكن خضرة لذيذة ففيها شوية تنوع يعني فيها شوية تنوع مع ان انت تعيش بقى أجواء الكريسمس لو انت بقى عايز أجواء الكريسمس بس مش شنجل الطبيعة هناك حلوة بتقولي طبيعة لزيز يعني فيها جبال فيها غبات ولا هيا طبيعاتها عاملة زي أرمينجا فيها جبال خضرة فيها برضو أماكن للتلج جبال عالية شوية فيه برضو عارف الحاجات اللي هي بتبقى شبه كرجستان اللي هو مثلا الأماكن اللي فيها خيول كتير أو حاجات زي كده بس أنا شايفك متصور وسط الجليد وبتاع أه كنت فين في الصورة دي الصورة دي كانت في لبنان يا سلام في نيو يير طبعا طبعا في جبال أحلى بلد في الدنيا في فرايا من برضو أجمل الأماكن الصراحة اللي ممكن تتروح كانت بسهولة جدا دي لبنان برضو ها دي كانت في لبنان برضو ده كنا عملنا زي تمثال صغير كده وإحنا هنا فين؟ ده لبنان برضو انت كل الجليد اللي روحتوا في لبنان؟ كل الجليد اللي أنا عيشته شخصياً كان في لبنان الصراحة ما عيشته شخص جليد قوي كتير أنا بحب الطبيعة الاستوائية أكتر الصراحة يعني ده جليد تاني بس ده بقى في نيبال يا سلام ده نيبال فيها أعلى جبال في العالم يعني نيبال فيها جابل إفريست فيها أنابورنا دول أعلى جبال موجودة في العالم الناس بتروح هناك مخصوص أصلاً عشان مثلاً تعمل رحلات التسلق بتاعة البلاد دي طحف ده فين؟ ده فيتنام ده دي قصة جامدة جداً يعني استنى بس فيتنام شكلها حلوة قوي بس بيقولوا الأكل هناك وحش وحشة مش طبيعية اه يعني أنا الصراحة الأكل مش من طبيعي الحاجات اللي بتكسرني وأنا بسافر يعني بأكل أي حاجة وبحب أكل الشارع جداً وكده عديت بقى على فيتنام أيوة اتصدمت الصدمة كريت نفسك والله العظيم أنا ما كنتش قادر ليه الأكل ماله؟ الأكل يعني أول حاجة هم أكلهم كله يعني مش مستوي دي نقطة يعني السوا كده خفيف قوي وهم عندهم مشكلة في النظافة يعني أنا ما لاحظتها قدام عيني بقى يعني مثلاً كل الفراخ اللهم الأسماك الحاجات دي بيقرمينا على الأرض يعني بتبقى ماشي مثلاً في الشارع وعلى الرصيف مفيش حتى يعني حاجة حطنا عليها لا هي مرمية على الأرض كده فمناظرها بتبقى ماشي عشوية طبعاً ما احترمنا لكل الشعب البيتنامي لكن طبعاً ده رأيك في الأكل رأيي في الأكل أنا الشخص يعني ده فين بقى؟ ده برضو في نيبال نيبال ده دي جبال الهملايا ورايا كل طبعاً الجبال دي تقريباً أقل واحد فيهم طوله مثلاً أربعة تلاف متر أوه طبعاً الهملايا بيقدر بيها المثل يعني أعلى جبال في العالم يعني فدي كانت رحلة تسلق يعني كان لجبل 3000 متر احنا هنا كنا على ارتفاع 3000 متر ده فيتنام بس انت برضو على حاجة عالية يعني هنا حاجة عالية جداً برضو ده حوالي 2000 وشوية الجبال اللي ورا دي برضو كلها جبال في نفس المستوى يعني 2000 وشوية بس الطبيعة في فيتنام سحرة خطيرة الطبيعة في فيتنام يعني تاخد أكلك ورايا تروح فيتنام دي حقيقة دي في نيبل برضو دي منطقة جابلية في نيبل برضو نيبل مشهورة جداً برياضة الهايكينج يعني كل الناس عايزة تهايك وتمشي مسافات طويلة قوي جداً يعني الناس اللي كنا منشوفهم هناك كانوا كلهم من أوروبا وأمريكا الشمالية هم بيحبوا يروحوا نيبل مخصوص علشان يعملوا رحلات التسلق دي نروح بقى نعمل البيس كامب بتاع أفرست مثلاً لان طبعاً مش هنعرف نطلع أفرست اللي هو 8000 ففيه ناس بتعمل بقى رحلة البيس كامب لا ده مش في نيبل اللي أنا عملته ده كان بيس كامب تاني لانما البيس كامب بتاع أفرست مثلاً 5000 متر بس ممكن حد يعمله في 14 يوم يعني هتاخد رحلة 14 يوم كل يوم بتبات في حتة في الجبل لحد ما توصل ليه البيس كامب طب حكيلي الطبيعة التحفة دي فين؟ ده بوركان بوركان اللي وراك ده؟ اللي وراي ولا أنا واقف عليه يعني اللي هناك ده بوركان وأنا واقف على بوركان تاني ده في اندونيسيا طبيعة في اندونيسيا برضو فيها اختلاف رهيب يعني عايز شلات هتلاقي عايز براكين هتلاقي عايز جبال خضرة هتلاقي طبعاً عايز شواطئ حلوة قوي هتلاقي كل حاجة بس انت عملت وقول لي هايكينج وتسلق جبال ماشي ودلوقتي فوق البركان ما تحكيلي كده عن أخطر حاجة انت عملتها مثلاً أخطر حاجة ماشي حاجة جربتها غريبة حاجة جربتها خطيرة في حاجتين ممكن يبقى أخطر حاجتين انا عملتهم أول واحدة كانت في سريلانكا كان جبل او كان كهف سوري كان كهف في سريلانكا مفروض انه عمقه سبعمية وخمسين متر تحت الارض بننزل في حوالي ساعة ونص سبعمية وخمسين متر تحت الارض تحت الارض انا مش عارف انا ايه اللي خلاني اصلاً اعمل كده انا عندي فوبيا من الاماكن الدايئة والحفرة اللي احنا كنا نزلي منها كانت بجد يعني زي قد جسمي كده وانا جسمي يعني مش حاجة عارضة انا جسم صغير جداً فانا نزلت الحتة دي وبعد كده خلص انا نافذ اتقطع وانتنوا انا مش هكمل ورحته طالع واصحابي بقى اللي تحت قاعدوا ينادوا علي تعالى تعالى دنيا واسعة هنا ضحكوا علي فانزلت وفي ظنة بقى ماشين اول لما بتنزل بيدوك كشاف بتحطه علي ايدك كشاف تاني على دماغك وبتبقى ماشي مع دليل ومبينموضكش على اي حاجة بقى ولا على حياتك ولا اي حاجة وساعتها كان حاصل لسه حوار الكهف اللي تقفل على ناس في اندونيسيا تقريباً بتعايله الماسك اللي بقى تغواصة وبتاع تخرجهم تقريباً والغواصة ما دخلتش اه كان في مشكلة حصلت ساعتها والكهف قفل فعلاً وعت عليهم حاجة وانت رايح تعملها في الوقت ده كل بقى الوساوز داخلة في الناغي بقى وانا تحت طب وبعدين بس نزلنا ساعتين تقريباً او حاجة زي كده لحد ما وصلنا المفروض ان احنا بنوصل في الاخر لزي بحيرة صغيرة كده ليها قصة معينة ان هي بحيرة ليها قصة كده خيالية عندهم يعني والمفروض ان المكان ده كله كان زي عالم عندهم بيعيش فيه اصلاً قوم تحت الارض ويقال او هم بيقولوا يعني انا قعدت اقرى كتير جداً في الموضوع ولقيت حتى من بعض المصادر ان فيه اصلاً قوضة للملك بتاع القوم اللي كانوا تحت الارض دول والقوضة دي محروصة اصلاً من الحرس الخاص بتوع الجيش في سريلانكا والقوضة دي تحت ولا فوق المنطقة دي الكهف ده مش مستكشف كله يعني الجزء اللي احنا مشينا فيه مش باقي الحتة حتى اللي هم كانوا بيتكلموا عليها في الوثائق اللي انا قعدتها قرعاً عنها قبل ما اروح المكان ده الجزء اللي احنا روحنا ده مش معرض خالص للحتة دي فيه طبعاً تفريحات كتيرة جداً احنا مش شايفين حاجة يعني مجرد ما انا اقفل النور انا فعلاً خلاص انا مش شايف حاجة انت بتكلمني في قول مست كيلو تحت الارض تقريباً تقول لي 750 متر تحت الارض يعني دي حاجة ما مينفعش حد يفكر ينزلها خالص وانت في الاخر نزلت كل ده عشان تلاقي بحيرة تحت بس كده نزلنا خدنا قطس في البحيرة وانت طالح حمد الله على السلام حمد الله على سلامتك تحكيلي عن الصورة اللي انا شايفها دي والمسك اللي انت لابسوها ده تاني اختر مكان انا اروها ده بركان اسمه بركان ايجين موجود على جزيرة اسمها جعوفا في اندونيسيا اللي وراي دي اكبر بحيرة حندية في العالم الجزء اللي على الشمال اللي تحت الاصفر ده ده كابريت طالع بيتحرق فحنا ما ينفعش ان احنا نتنفسه فمنلبس المسكات دي علشان تنقي الهواء اللي احنا بنستنشقه يعني علشان الكابريت ممكن يعمل شوية امراض يعني في الرئة وكده فما ينفعش ان احنا نطلع يعني دلوقتي طب انت لو حطيت رجليك مثلا في البحيرة الحمضية اللي يحصل حدش تقرب يعني اظن تختفي لان مفيش حد يقدر ان هو يتعرض يعني المية زي دي بص الدخان طالع من كل حتة طالع من الكابريت اللي تحت يعني دي فواهة بركان يعني عندنا هنا في مصر مياه الكابريتية البحيرة بتاعت المياه الكابريتية فدي المفروض دي تمام للجسم طبيعي انما دي مثلا اللي هيحط جسمه فيها لا طبعا لا هيسيح لا هينتهي ده فعلا من احلى المغامرات اللي انا عملتها في حياتي يمكن انا طلعت الواحدي الجبل ده وفضلت قاعد فوق مثلا بتاع ست سبع ساعات قاعد بتفرج لوحدي على المنظر ده يعني فعلا مش اللي هو سبحان الله كل شو عيب بس برضو جرأة منك ان انت تطلع لوحدي والصورة بقى تستهل المغامرة الصراحة هي تستهل طبعا يعني انا بتطلع يعني انت بتطلع لوحديك بس طالع طبعا وسط الاف الناس اللي طلع برضو تستكشف يعني انا روحت لوحدي اللي هو بالموتسكل بتاعي ركنت الموتسكل تحت الجبل وطلعت بقى لوحدي وقلت لحد يصورك بقى الصراحة اللطيفة او يعني طالما الشخص بيقام سافر لوحده بيستعين بقى بالاخرين اللي هو لو سمحت اصورني او بيقام معايا مثلا ترويبود هنا كان معايا درون فكنت سعب اصور نفسي بالدرون برضو طحفا طيب عايز اسألك بقى مين البلاد اللي ممكن نروحها ويلاقي اسعارها مناسبة لنا هنا في مصر واحنا بنشتري الحاجة متبقاش غالية واحنا بناكل الوجبة بتاعت الفطار او الغداء او العشاء ما تبقاش غالية شوية تبقى الوجبة لطيفة ومتوسط ايه البلاد اللي ممكن نروحها كده؟ ممكن اقولك ارخص بلد في العالم الاول انا زورتها فعلا كانت في اتمام بغض النظر عن الاكل اللي بقى اللي باشع اللي احنا اتكلمنا فيه بس بجد الحياة هناك رخيصة بطريقة مش طبيعية والله عظيم يعني ممكن تعيش يوم كامل هناك بستة سبعة دولار ملك يعني ملك بجد يعني وتاكل فطارك وغداك وعشاك وكل حاجة يعني لدرجة ان انا كنت قاعد في مكان انا ساعد بغض في الاماكن بتاعت الشباب اللي هي زي الهوستل زي كده لو الناس مش عارفة ايه الهوستل ده زي مكان كده فيه شباب بيبقى فيه سرائر كتير في نفس القوضة بس معظم الوقت الشباب هم اللي بيسافروا بالطريقة ده او حتى معظم الوقت بيبقى اوروبيين وناس من نورث امريكا بيقوموا يتعودين على الثقافة دي يعني لسه الحتة دي لسه لسه عندنا بس معاني شباب كتير بتوعك في هوستل زي مكان شباب كتير ابتدت صراحة ايه ومع بقى حتة ان بقى فيه ناس كتيرة بتتكلم عن السياحة والصفر والكلام ده فخلاص الكنس بتتعرف المهم يعني انا كنت قاعد في هوستل هناك بثلاثة دولار بالفطار والفطار كان اوپن بوفي يعني كنت قاعد الراجل بيجيب لنا املت وبنختار الاملت اللي احنا عايزينه وبنختار من اوپن بوفي بثلاثة دولار في اليوم لو مية وخمسين جنيه انا شعرت اننا ممكن تضعط في مصرفين بمية وخمسين جنيه تنام وتأكل اوپن بوفي الاماكن بقى التانية الرخيصة مثلا تعتبر يعني معظم الوقت في جنوب شرقاسي جنوب شرقاسي دي تحف برضو ده الطبيعة هناك جبارة خطيرة بجد خطيرة معظم البلاد اللي هناك الاعصار بتاعيتها رخيصة جدا زي مثلا ايه الهند نيبال اندونيسيا بيتنام برضو سريلانكا ايه تاني الفلبين تحف كل الجزء ده رخيص جدا لوس وكمبوديا طبعا كل الاماكن دي فكرة بس ومتهيالي كمان اجواءهم هتبقى يعني مناسبة دلوقتي احنا في الشتاء والتالج اللي احنا فيه ده تلاقي الأجواء هناك مش ساعة قوي كله حر يعني معظم البلاد دي اصلا مناطق معينة بس فيها مثلا اللي بتبقى شتاء انما مناطق تانية كلها بتبقى استوائية طبعا تحكيني كده على ري فيش اللي انت عايم مستيهم دول ده ستينج ري ده اه ده اللي هو انا مكنتش عرف ان هو سام غير بعدا ما نزلت الفيديو والناس قالتلي ان انت كم ممكن تموت يعني انت تعرفش ان الدل بتاعه سام ما عرفش والله قعدت احسس عليهم والحب معاهم ومش مصدق وبعد كده نزلت فيديو الفيديو كان فيرل جدا وانا عمت معاهم كمان ومكنتش عرف يعني مكنتش عرف ان هو سام وبعدين الناس قادت تقول لي فيه شخص هاي ودرجة سمويته عالية كمان يعني انت كم هو في سارج مشكلة قديرة تقريبا او حاجة زي كده وبعد كده يعني الشخص بيتها وفا كنت فيين بقى دي كانت في المالديف في جزيرة جبارة المالديف خطيرة الشواطي هناك بقت ركوزية طبعا زي ما احنا شايفين كده برضو نخل بقى وحياة استوائية على الجزر وطبيعة يعني ايه مش ملموسة حرفيا فيعني الفيديو ده الصراحة يعني خلاني انبهر ان انا بعمل ساعات حاجات وانا ما عاربش ان الحاجات دي خطر